وعلى الصناديق التي شهدت طعونا ما اعترضت عليه قوى سياسية تطالبوا بالعد الكامل بعد أن بثت المحكمة الاتحادية قبل أيام في دستورية قانون مجلس النواب العراقي بفرض العد والفرز اليدوي في كامل المحطات الانتخابية إلا أن المحكمة أشارت إلى أن العد سيقتصر فقط على المحطات الانتخابية التي شهدت اعتراضات وطعون ما أوجد حالة من الانقسام حول تفسير القرار بين طرف يرى أن المحكمة سمحت بالعد والفرز اليدوي الكامل وبين طرف آخر يعتقد أن الفقرة التي أشارت إليها المحكمة في العد والفرز الجزئي هي ما يعتد بها فيما لم تصدر المحكمة توضيحا جديدا حول الالتباس إلى ذلك قال الناطق باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات القاضي ليث جبر حمزة في بيان أن مجلس المفوضين قرر إعادة عملية العد والفرز يدويا استنادا إلى ما ورد في قرار المحكمة الاتحادية العليا الذي أشار إلى أن العد والفرز يتم في المحطات الانتخابية التي شهدت اعتراضات وطعون موضحا بأنه سيتم الإعاز لمديري المكاتب الانتخابية من القضاة المنتدبين في المحافظات التي حصلت شكاوي في المراكز الانتخابية التابعة لها بضرورة نقل الصناديق الخاصة بها مع أجهزة التحقق الإلكتروني إلى الأماكن المخصصة في مدينة بغداد بالتنسيق مع قيادة الشرطة والعمليات وتحت حراسة مشددة ومع صدور قرار المفوضية أعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصهيود رفض الائتلاف للقرار واعتباره مزورا وباطلا وامتدادا لعمليات التزوير الحاصلة ووفق المعطيات فإن قرار مفوضية الانتخابات بإجراء العد الجزئي سيسمح بتسريع التحالفات السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة